نظمت ستارت أب بحرين المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين بدعم من صندوق العمل تمكين نظمت فعالية سلسلة جولات ستارت أب بحرين بحضور سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية بمشاركة سبع شركات ناشئة بحرينية تشجيعا لمزيد من النجاح والتميز والإبداع لدى شباب البحرين نظمت ستارت أب البحرين المنصة الرائدة للشركات الناشئة في المملكة بدعم من صندوق العمل تمكين مؤخرا فعالياتها المرتقبة ضمن سلسلة جولات ستارت أب البحرين بحضور سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وبمشاركة من قبل سبع شركات ناشئة في البحرين طبعا سعيدين تواجدنا اليوم في النسخة رخم 14 من جولات ستارت أب بحرين بيتش والتي هدفها أنها هي تحفيز منظمة ريادة الأعمال بتشجيع الشباب على تبني أفكار ريادية وتطويرها إلى مشاريع قائمة طبعا ابتدنا هذه المرحلة من سنة 2023 وشفنا أن هناك تطور في نوعية الأفكار ونوعية الحلول التي يقدمونها لإنشاء أفكار نطمح منها عن طريقها إلى خلق بيئة ريادية تصنع شركات ناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة في خلق فرص وظيفية والله أول حاجة أشكر اللجنة منظمة ممثلة بتمكين على التنظيم الجدا رائع شفنا اليوم طاقات من الشباب البحريني مشاريع مختلفة كنت تشرفت أني أكون من لجنة التحكيم كان القرار صعب بين سبع شركات ناشئة قرار أن نختار ثنتين كان جدا صعب كل الشباب أفكارهم متميزة مشاريع ناشئة وأشوف فرصة للتوسع في السوق الخليجي وفي تقاطع كبير مع السوق السعودي خصوصا لجنة التحكيم التي فصلت بين الشركات المشاركة اجتملت على عدد من الحكام الإقليميين والمحليين المختصين في مختلف المجالات وذلك بهدف تنويع الخبرات والآراء دعما للمشاركين وتسجيعا لمزيد من المنافسة الشريفة والخلاقة للتميز والإبداع أول شي الحمد لله أن نفزنا بالمركز الأول اليوم وهي كله يعني نشكر جهود الفريق كامل على أن نفزنا يمكن أنا طرحت الفكرة بس أن جهود الفريق التي وراها الفوز ويد أكثر فإحنا طبعا نشكر تمكين على أن نعطونها الفرصة أن نحن نقدم في هذا البرنامج وأن نفوز وهم طبعا دائما ندعمين للشركات الصغيرة نفسنا وهي بيكون دعم عود أن نحن نكمل إن شاء الله وفي المستقبل إن شاء الله بنكبر أكثر من شديد والله صراحة الدعم اللي يتمكن قاعد يوفرونه اليوم حق المشاريع كستارتابس كمشروع رادي بادي دعم خيالي ما تلاقيه مكان ثاني صراحة والحمد لله على هالفرصة أن نحن قدرنا نشارك ونفوز حتى المركز الثاني يعني لحين دعم نحتاجه وبيساعدنا أن نكبر ونتوسع إن شاء الله الفائزون عبروا عن فرحتهم وطموحهم الكبير لمزيد من التطور في مشاريعهم الناشئة مؤكدين على دور صندوق العمل تمكين الرائد في دعم وتسجيع الشركات وتطوير آليات عملها وتوفير كافة الإمكانيات لها لتحقيق نجاحاتها في المستقبل